مرحبا شباب، كثير منكم يسألني كيف تفحص كابلات الشبكة؟ كيف تعرف أنه لا يوجد قطع كابل الشبكة بأحد الخطوط أو الرجي الخاصة بكابل الشبكة سليمة؟ أكيد هذا الشيء يتم عن طريق جهاز اسمه فاحص الشبكة واليوم نحن في هذا الفيديو سنتعرف على أرخص فاحص شبكة موجود بالسوق فاحص شبكة بسيط وسهل الاستخدام جداً سنقوم بفتح الصندوق الخاص بفاحص هذه الشبكة ونرى ما هو محتوياته، طبعاً أكيد محتوياته فاحص شبكة بسيط آه جاء بسحاب وجراب جلدي صراحة محترمة يعني طبعاً صديقي بدك لا تأكد كثير على الماركة الخاصة بفاحص شبكة طول ما أنه هو الموضوع موضوع هوات يعني أنت ما لك محترف كثير بعالم الشبكات، ما بدك تقيس المكان أو طول المكان الموجود فيه العطل لا، أنت مجرد بس بدك تعرف أنه جميع الأضواء شغالة أو جميع الخطوط شغالة لضمن كابل الشبكة وبس، يعني أنت ما لك محترف كثير بعالم الشبكات، إنما بدك تفحص كابلات بسيطة أطوال قصيرة يعني ما بتمتد أكثر من خمسين متر بالتالي أنت فاحص شبكة بسيط بيشتغيل معك يسألني شخص، يعني فيه فواحص شبكة احترافية؟ أكيد صديقي فيه فواحص شبكة احترافية، ومن ماركات عالمية وبراندات معروفة مهمتها فحص كابل الشبكة خط خط، وكذلك الأمر معرفة البعد اللي موجود فيه العطل البعد يعني بعد خمس متر، بعد عشر متر، بعد عشر متر، بعد عشر متر، موجود قطع بالكابل هذا طبعا فاحص شبكة احترافية بهذه الحالة دعونا بفاحص شبكة البسيطة اللي بين إيدينا الرخيص بيكون أفضل مثل ما أنا شايفين في عندي طوعتين أو بالأحرى في كتالوك بالأول كتالوك بسيط باللغة الإنجليزية اللي بيميزه أنه عم يعلمك طريقة التوصيل فقط، ما فيه أي شيء إضافي نهائيا أو طريقة الفحص بالأحرى طبعا في عندي بعض الخيارات بهذا المكان من مميزات هذا الفاحص أنه بيفحص كابلات شبكة وكابلات تليفون وهلأ رح نجربون السواء منلاحظ أنه هو عبارة عن قطعتين تمام، موصولين مع بعض عن طريق سكة بالإمكان هيك يعني بس بصعوبة شوي صراحة بتسحب هاي القطعة عن القطعة الثاني عشان تحط هاي القطعة بأول الكبل وهاي القطعة بالمكان الآخر بالغرفة الثانية بالطابق الثاني لحتى تفحص نهاية الكبل مثل ما أنا شايفين بهي القطعة في عندي أرقام من واحد لثماني مع حرف الجي طبعا خطوط الشبكة بيكون بالعادة فيها ثمان خطوط بالإضافة لخط إضافي في حال وجود خط أرضي مع كابل الشبكة طبعا أنا شغلي بالثمان خطوط فقط من الأسفل مكان لفحص كابلات الهاتف ومن الأعلى من هون مكان لفحص كابلات الشبكة أما بالنسبة للقطعة الكبيرة أو الرئيسية كمان نفس الشي منلاحظ في عندي أرقام من واحد لثماني مع الجي الأرضي كذلك الأمر في عندي مفتاح للتشغيل والأطفاء هلا منتعرف على طريق التشغيله من هذا المكان عندي سكة ومن هذا المكان فقط من فوق في عندي مدخل لكبل الشبكة ومدخل لكبل الهاتف لكي أفحص أي واحد بيناتهم من الخلف شباب في عندي مكان لبطارية مثل ما أننا شايفين هذا هو المكان الخاص فيه رح نركب له بطارية هلا طبعا أكيد ما ننسى شغال لهذا الفاحص لأنه رح يستنفذ البطارية بشكل سريع عن طريق زر إيقاف وتشغيل الفاحص نوضع بطارية بهذا المكان أكيد في إلها قطبين متعاكسين مع هذا المكان كل واحد يركب على المناسب ولا مننتقل لتجربة عملية لفحص قبل هاتفي بين إيدي طبعا هي الـ RG الصغيرة اللي نسميها RG11 بهذا المكان يوجد إلى مكان خاص فيها مكان صغير نلاحظ أنه كم خط لوني بداخله؟ بداخله أربع خطوط إذن يجب أن يشعل عندي هون أربع أضواء نشغل الفاحص نلاحظ أنه شعل معي أربع أضواء وبالتالي نلاحظ أنه مالهم معكوسين من مميزات الفاحص يا شباب أنه فيه سرعات سرعة سريعة وطقة إضافية بيصير بشكل بطيء وهلأ رح نقوم بفحص قبل شبكة RG45 أكيد رح نختار المخرج الكبير الخاص بكبلات الشبكة وطبعا يا شباب هلأ لازم يشعلوا عندي لتمن خطوط أو لتمن أضواء ما عدا حرف G لأني أنا مالي واصل الخط الأرضي بهذا الكبير مثل ما شفنا أصدقائي شعلوا لتمن أضواء بشكل متتالي وهذا دليل على أن توصيل كابل الشبكة صحيح وفي ملاحظة مهمة جدا إذا شعل ضوء هون وعكسه بالطرف الثاني معناته في قلب الخطوط وهلأ رح أعملكون تجربة بسيطة وسريعة لكابل شبكة مالهم موصولين في جميع الخطوط اللي موصولين في فقط أربعة هذا الكابل يا شباب موصول بداخله أربع خطوط فقط سأقوم بالتشغيل شايفين يا شباب؟ في بعض الخطوط ما أضائت بالتالي هذا كابل الشبكة ما لم تتصل فيه جميع الخطوط طبعا ملاحظة مهمة جدا هذا الكابل يا شباب شغال لأنه موصول في الأربع خطوط الأساسية بنقل البيانات ولكن الصحيح أنه يكونوا موصولين لتمن خطوط جميعا هذا هو الشيء الصحيح شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة